أكد مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم حمد عدم وجود أزمة في الأكسجين في مستشفى سامراء العام وذلك لأن مديرية الصحة وفرت هذه المادة بكميات كبيرة جدا كما نفى مدير مستشفى سامراء حدوث نقص في الأكسجين فيما أثنى مراقب المرضى على دور الملاكات الطبية والصحية ومتابعتهم للحالات المرضية مستشفى سامراء ومستشفى مدعوم من قبل دائرة الصحة ولا تحتاج أي تبرع مشكورين أهلنا في سامراء لكن إمكانياتنا لحد الآن نحن مسيطر علي الوضع مستشفى سامراء فيها 15 يوجد في غدة العزل الآن هو 15 مريض فقط هذا بالإضافة إلى أنه يقابلها أنه لدينا طاقة إنتاجية كبيرة من معامل الأكسجين الموجودة في المحافظة يتم تجهيز مستشفى سامراء يوميا على الأقل أكثر من 200 إلى 250 قنينة يوميا خلال 24 ساعة طاقتنا الإنتاجية كبيرة في محافظة صلاح الدين عندنا معامل الأكسجين مركزي طاقة الإنتاجية أكثر من 560 قنينة في اليوم وكذلك لدينا معامل في مستشفى سامراء نفسها طاقة الإنتاجية 60 قنينة في اليوم بالإضافة إلى أنه لدينا تعاقدات مع معامل أكسجين أهلية في كاركوك وفي محافظة صلاح الدين أيضا في سامراء نفسها اليوم الوضع الوبائي خطير جدا هناك ارتفاع بعدد الإصابات عدد المرضى الراقدين في مركز المحافظة أكثر من بقية الأقضية الأكسجين متوفر بجهود العاملين في ردة العزل وفي جهود الكوادر الإدارية وبجهود الكوادر الهندسية في مستشفى سامراء العام بالتعاون مع داع صحة صلاح الدين حقيقة كوادرنا تصل الليل بالنهار بليل أمساني يمكن ساعة ثلاثة بالليل ونحن مطلعين سيارتين لنقل الأكسجين سيارة تجهد باتجاه كاركوك لجلب الأكسجين وسيارة ثانية تجهد باتجاه معامل صلاح الدين تكرية لجلب الأكسجين نتيجة عطل المعمل الأهلي في قضاء السامراء الموقف كل جيد ده يتوفره أكسجين وأكسجين عندي هذا خزن مال عزل وعندي خزن بالبرة وأكسجين كلش متوفر من الدائرة ومن المعمل للناس الخيرة أي نقص ما عدنا وأي أزمة ما عدنا واحد من ضمن المرضى لكن يمكن 12 بطل هم جاقع يجيبوا لي ودوا لحارتها شوية لا أدك أثرة هاي من الصبح وبالليال المغرب كلهم والمضامدات كلها درجة أولي الأكسجين يعني حتى احتياطي خلوهن لا والله حيل درجة أولى أي يجون أي والله جاي يجون إن شاء الله متواجدين والله ترجمة نانسي قنقر